كغيرها من الظواهر التي تهدد بكوارث بيئية في اليمن تمر عدة أيام على ظاهرة تضرب البيئة البحرية اليمنية في مقتل دون أن تعييرها الحكومة أدنى اهتمامها أو تطالب بتحقيق دولي أو شحظ همم الإعلام الرسمي جهوده للفت الانتباه لظاهرة تهدد الأمن الغذائي القومي باستثناء خبر صغير نشر في موقع ما أو تناول لا يتناسب بحجم الكارثة التي تعاود الظهور في السواحل اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن شهود عيان في عدن يفيدون بنفوق ألاف الأسماك في شواطئ العصمة المؤقتة وسط صمت الجهات الرسمية ومحافظة عدن ووزارة الثروة السمكية شهود العيان قالوا أن مياه البحر في الشواطئ التي نفقت فيها الأسماك تغير لونها إلى اللون الأخضر وأن عدد من الأسماك شهدت مرمية في عدد من شواطئ خليج عدن الشهود أيضا أكدوا أن كياسا بلاستيكية منتشرة بكثرة في تلك الشواطئ رميت إلى البحر وبداخل مواد سمية يعتقد أنها نفايات مما أدى إلى تلون مياه البحر باللون الأخضر ونفوق الأسماك والكائنات البحرية وتعاني كثيرا من الشواطئ اليمنية من تلوث وسط التهمات لشركات عالمية برمي نفاياتها قرب سواحل اليمن في ظل صمت الرسمي بحسب ناشطين مراقبون أرجع هذه الواقعة إلى مخلفات تحتوي مركبات النتروجين والفسفور يتم رميها في البحر مطالبين بتحقيق دوري في هذه الجرائم التي تهدد الحياة البحرية في المنطقة وحياة الإنسان والبيئة بشكل عام فيما أكد تقرير للجنة بيئية تابعة لمركز دراسات البيئة البحرية في عدن أن هذه الظاهرة نتيجة انتشار الطحالب الخضراء في المياه مما يؤدي إلى سحب كميات كبيرة من الأكسيجين ما يتسبب في نفوق عداد هائلة من الأسماك والأحياء البحرية